طبعا سبق وانغطينا زيارة ترامب الرئيس الامريكي الى هنا بدعوة من ملكة البلاد ولقاءه مع افراد العائلة المالكة ورئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا مي الكلام طبعا مر عليه حوالي عشرة ايام بعدها عاد ترامب الى ارض وطنه وحب ان يستذكر زيارة الدولة الحليفة في معرض تأكيد دوره فامسك بالموبايل للتغريد قال في تغريداته اقابل واتحدث كل يوم مع حكومات اجنبية لقد قابلت لتوم ملكة انجلترا المملكة المتحدة واميرا ويلز ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس وزراء ايرلندا والرئيس الفرنسي ورئيس بولندا تحدثنا عن كل شيء طبعا التغريد كانت طويلة ينتقد فيها الفيك نيوز اما لكن التغريد فيها خطأ املائي بسيط غير كل المعنى من هذه التغريد او بعض المعنى الخطأ الاملائي الذي اتحدث عنه هو انها امير ويلز هذه الكلمة في الانجليزية كما كتبها ترامد فاصبحت امير الحيتان هل انا بحاجة لتعريف الحيتان بانها ثديات يعني هذه الثديات الضخمة الهائلة في المحيطات منها الازرق والرمادي والاحذب ومهددة بالانقراض ولا نعرف اذا كان لها امير لكن ويلز هي جزء بلد جزء من المملكة المتحدة تحدها انجلترا من الشرق والمحيط الاطلسي والبحر الارلندي من الغرب واميرها هو ولي العهد البريطاني شارلز الذي التقى به ترامب طبعا لم يستغرق ترامب وقتا طويلا لكي ينتبه الى الخطأ الاملائي فاعاد كتابة التغريد بشكل صحيح لكن هل تخشون على متابعي تويتر الذين يريدون الضحك هكذا كانت نكاتهم اشتركوا في القناة